السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في أستطحة يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا ناس كتيرة استغربت ليه دايما بأن نهتم بعلامات البيضة بتاعة الفرخة لأن نهاردة إحنا هنهتم بالعلامات بتاعة البطة اللي بتبيض يعني دلوقتي لو في بطة بتبيض وعليها بيضة إيه العلامات اللي بتظهر عليها وإيه اللي بيبان على البطة دي علشان نعرف إنها خلاص رايحة تبيض في علامات طبعا علامات يمكن تشبه شوية العلامات اللي بتظهر على الفرخة لكن بتبقى مختلفة شويتين هنقول لك كل العلامات اللي بتظهر على البطة هيكونوا سبع علامات سبع علامات بيظهروا على البطة بيؤكدوا إن هي كده خلاص إيه دخلة على مرحلة البطة تمام؟ قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول علشان ما نضيعش وقت حضرتك محتاجين في البداية يا جماعة نتكلم عن أول علامة أول علامة بتبقى واضحة جدا أول علامة بتبقى واضحة جدا على البطة وهي إنه الشهة بيبقى أحمر والشهة بيبقى لونه أحمر إن هي دخلة على البيضة طبعا العلامة دي بتؤكد إن خلاص البطة دي دخلة على إنتاج البيضة خلاص هتنتج البيضة دلوقتي وهنشوفها كلنا حلو يعني الموضوع بسيط خالص العلامات بتبقى ظهرة واضحة يعني أنت مش محتاج مجهود كبيرة علشان تلاحظها وش البطة بيكون أحمر ودي أول علامة من السبع علامات اللي جايين نتكلم فيهم النهاردة كمام في علامة مهمة جدا بقى العلامة دي علامة ما يلاحظهاش إلا اللي فاهم كويس قوي عن قود البيض بيتكون إزاي والبيضة بتتكون إزاي جوا البطة العلامة دي يا جماعة إن البطن بتاعة البطة بتبقى طيلة الأرض بتبقى طيلة الأرض يعني طيلة الأرض يعني المسافة اللي ما بين البطن آخر البطن من تحته والأرض بتبقى صغيرة جدا ده دليل على إيه؟ دليل على إن عنقود البيض كبر ومدام عنقود البيض كبر ده يدل على إيه؟ يدل على إن البطة فيه في بطنها عنقود بيت وخلاص هتطلع أول بيضة حلو عنقود البيض لما بيكبر بيخلي بطن البطة تتدلى لتحت تبقى متدلية بتبقى ميلة في الارض وقربت تلمس الارض دي علامة واضحة جدا بس طبعا في بعض الناس ما عنداش خبرة بتفتكر ان ده تخن عادي يعني بتدخن وبتكبر لا ده بيبقى عنقود البيض كبر وهي زي ما تكون كده حامل سيب الزبط الانسان 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 بما بتحمل بيحصل ايه بيحصل ان هي بطنها بتكبر برضو البطة كذلك نفس الموضوع تمام ممكن العلامة دي ما بتظهرش قوي عند الفراخ ده اختلاف اه طبعا الفراخة لما يكون فيها عنقود البطنها برضو بتكبر وكل حاجة لكن مش زي البطة البطة البطنها بتلمس الارض او بتبقى قريبة جدا من الارض ودي علامة مهمة جدا ودي تاني علامة من السبعة برضو من العلامات المهمة جدا وهي ان الريش بتاع راسها بيبقى منزوع من التكسير الريش بتاع راسها بيبقى منزوع من كتر التكسير حلو? وده معناه ايه? مدام هي بيتكسر عليها يبقى هي نشيطة يبقى هي بتتخصب يبقى البيض بتاعها بيتخصب مدام عندها رغبة في التكسير يبقى البيض بتاعها بيتكسر بيتخصب يعني الدكر البط شغال عليها على طول يكسر ويخصب البيض ده معناه ان هي شغالة من ناحية الهرمونات ومن ناحية الجنسية يعني مش هتقطع انتاج يعني هي دخلة خلاصة على انتاج دخلة خلاصة على انتاج البيضة حلو? دي برضو علامة مهمة جدا برضو من العلامة اللي بتؤكد ان هي هتبيض ان الدكرة بيكسر عليها اكتر تمام؟ بيكسر عليها باستمرار بقى بشكل مستمر وهي بتوافع على ده بسهولة جدا ومش بترفض حلو؟ لان هي محتاجة التكسير وهي محتاجة تخصة بالبيض تخصة بالبيض اللي في العنقود كل البيض يتخصب دي رابع علامة من العلامات اللي معانا كلها حلو؟ برضو في علامة مهمة جدا وهي انها بتكون مجنونة اكل يعني مجنونة اكل يعني بتاكل بكميات اكبر بتاكل بكميات كبيرة وده بيبقى واضح عليها حلو؟ احنا ليه بقى بيكون الاكل اكتر؟ بيكون الاكل اكتر علشان ببساطة هي بتاكل لنفسها وللبيض اللي جواها زي برضو الانسان الست لما بتاكل لها وللعائلة اللي في بطنها للجنين اللي في بطنها هي كمان بتاكل لها وبتاكل للبيض علشان البيض يتغزى ويتكون وعنقود البيض يبقى نفوش اي مشاكل فبتبقى مجنونة اكل علشان كده تمام؟ فاو ما بتخلص البيض بتاعها طبعا وبترقد عليه بيبدأ بقى رغبتها في الاكل تقل شوية عشان خاطر هي اي خلاص طلعت البيض كله وهي هتدخل بقى على مرحلة الرؤاد ودي المرحلة دي بتقطع فيها بيض او بتفكرش البيض فيها خالص وما بيبقاش فيها اي انتاج بيبقى بس فيه رؤاد على ايه على البيض برضو من العلامات المهمة اللي لازم نتكلم فيها ان هي بتحضر مكان للبيض بتلاقيها كده مختفيا تدور عليها ما تلاقيهاش فتقعد تدور تدور تلاقيها مختفية في مكان وبتجهز الريش بتجهز التراب بتجهز العفش بتجهز القش اي حاجة بتجيبها من هنا لهنا علشان تجهز مكان معين للبيضة في الفراخ بقى الديك اللي بيعمل كده في الفراخ الديك بيجهز المكان للفرخة تمام نعم في البط البط بنفسها بتعمل كده البط بنفسها بتعمل كده بتروح تجهز المكان تجيب القش تجيب التراب تجيب كل حاجة تجيب الرمرключي تجهز مكان ليصلح للبيض الميتكسرش فيه وتبقى هيا كمان مرتاحة فيه بتحفر كده وبتزبط المكان وكل الكلام ده تمام ايه يعني بتحدر كده زي العصفير العصفير برضو بتعمل كده انثى العصفور بتحضر مكان ويعيش للبيض بتاعها على الشجرة او في اي مكان تمام برضو من العلامات المهمة جدا اللي لازم نأكد عليها والعلامة دي تبع الاكل هي كمان بتشرب كتير مش بس بتاكل كتير لا هي كمان بتشرب كتير ودي علامة بتبقى واضحة جدا على البطة حلو والعلامات دي كلها يا جماعة انت هتلاحظ منها بعض العلامات مش هتلاحظها يعني الحسب الظروف والحسب انت اللي بتاعك ايه والسلالة اللي انت بتربيها وكل الكلام ده لكن اغلب سلالات البط بيتم يعني كشف عنهم العلامات دي هي 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 دل العلامات اللي بتبقى موجودة في اغلب سلالات لو لقيت علامة او اتنين او تلاتة اعرف خلاص ان البطة دي دخلة على انتاج البيض واحدة هتسألني يقول لي ايه فايدة العلامة دي ما هي لما اطبيض انا هاعرفه خلاص ليه لازم تستطيع ده كله اقول لك لأ لازم تكون فاهم كويس قوي طبيعة الطائر اللي انت بتربيه لازم يبقى عندك المعلومة فعش تكون بتربي طائر وانت مش عارف هو بيعمل كده ليه وبيروح هنا ليه وبيطلع السود ده ليه وبيحفر في الارض ليه وبيجري تحس ان هو عليه بيضة كده بيعمل كده ليه وبطنه كبرت ليه كل الكلام ده لازم تكون فاهمه لانت تكون على دراية بيه ما ينفعش تربي طائر وانت مش فاهم صفاته وسلوكياته وتطوراته الدينية والشكلية والسلوكية وكل حاجة لان كل ده بيديك خبرة بعد كده ان انت تربي بشكل في احترافية اكتر وما تخسرش انتاج ويعني ما تخسرش فلوس برضو لان في بعض الناس بتعتمد على مشاريع يعني بتعتمد على مشاريع كبيرة وضخمة لتربية الطيور منفعش صاحب المشروع ما يبقاش فاهم كل التفاصيل دي حتى لو عنده ناس المتولية الافكار دي كلها متولية رعاية الطيور لازم تبقى انت برضو كصاحب مشروع وانت كصاحب مشروع دواجن لازم يبقى عندك الافكار والمعلومات الكافية اللي تؤهلك انك تنجح في المشروع بتاعك وتبقى فاهم طبيعة الطقر اللي انت بتربيه سواء فراخ او حمام او بط او وز او اي نوع من انواع الطيور ودول كانوا كل العلامات اللي ممكن تظهر على البط لما يكون قرى بيبيد ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته